من جديدة كل اتحياليك كابتن ايمان ولو ضيوفك الكرام وكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة طاقنات النادر الهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادر الهلي على فريق الحرس الوطني بنتيجة كبيرة بنتيجة ستة اهداف مقابل هدف يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاسناء كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورب النادر الهلي كابتن سيد برحب حضرتك على شاشة طاقنات النادر الهلي فوز مهم في توقيت مهم قبل الانطلاق الدوري المصري وانك في مباراة زيدي اقدر حدا عادك كبير جدا من الهداف في ازا اللقاء في الجانب الاخر اهلي ضيع جون كتير كان ممكن تعمل نتيجة كنا سيد النهاردة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا يعني زي ما انت قلت في بداية المشهر الافريقي والمطشاط اللي زي كده برضو بتبقى مطشاط مقلقة الصراحة يعني بعد كده بتخش في مراحل مختلفة مراحل فيها يعني سواء كان دور مجمعات او الدور التمانية او السيمي فاينل او النهائي التركيز بيعلى مع البطولة البطولات دي بتبقى ساعات فيها مفاجئات مش سارة ومش سعيدة مهما كان الخصم اللي بتلعبوه والمثال ده بيتكرر يوميا مش في قارة افريق بس حتى في العالم كل يعني النهارده ما زينبي بيخرج تمام يعني بيتعادل حتى في ديها الرابعة بعد الوقت الاصلي يعني يا دوبا كما صفروا او جاءت جول بتاع التعادل بتاعهم والحاكم صفر يعني حتى السنطرة نفسها ما تلعبتش يعني وكانوا متعادلين طبعا سفر سفر في المباراة الاولى فبالتالي خرج ما زينبي يعني دي بتبقى مفاجئات طبعا مش مش كويسة لازم تقابل بتركيز عالي قوي في الاول الحمد لله على المكسب يعني بتقفل الصفحة دي بعد كنها تخش على دوري بداياته قوية جدا مع فرقة طبعا كبيرة وعريقة ولها اسمها في الدوري حالة التركيز تبقى عالية ان شاء الرحمن المجموعة اللي هي كانت جديدة او جاية من الاعراض اللي ما ما كانش حق لهم القيد الافريقى هيبقى موجودين معاك في المباراة المحلية ان شاء الرحمن بإذن الله نكون كويسة ان شاء الله اعتقد ما كسب متعددة النهاردة يعني عودة افشاو البيهدفين عودة محمد شريف الحس التديف بهدف ايضا عودة حسين الشحيات عودة كرامة ما كسب متعددة يعني بجانب الاسماء اللي حضرتك قلتها في الصفقات الجديدة اللي هكون معنا قبل انطلاق الدولة حمدي فاتحي كمان يعني طبعا يعني هزي ما قلت لك يعني خلاص انت من بكرة هنبدأ نستعد المباراة الاسماعيلي مباراة هتتلاعب في برج العرب عايز نبدأ بداية كوية وعايز نبدأ بداية كويسة ان شاء الرحمن مع انضمام المجموعة اللي انت قلتها دات يعني سواء كان عمار او حمدي عبدالقادر او برسي او لويس كل المجموعة اللي ما كانش يحق لها انها تكون موجودة في افريقيا هتبقى موجودة معنا ان شاء الرحمن في الدورية اكيد عايز نزين كلنا وكل جميعنا ده هتطمن على حالة وليد سليمان نتطمن من خلالك برضو حالة وليد سليمان شوفنا ان وليد خرج في عربية سارة الاسعاف الى احد المستشفى القريب من ملعب المباراة وعنده حاجة يعني خبطف او ارتجاح خفيف كده هنتطمن عليه دلوقتي لكن الحمد لله هو الحمد لله فائق يعني هنده رح المستشفى هنتطمن عليه دلوقتي انا رايح له ان شاء الله دلوقتي سيد اخيرا يعني اكيد في رسالة قلتها للعبين عاقب يعني علمك وتباعة مجبرات مزينبي اكيد قلت رسالة للعبين انت حمل اللقب لنسكتين واكيد بيهمك ان انت تتحق اللقب للعام الثالث على التوالي كإنجاز للنادره ايضا يعني اكيد كانت رسالة مهمة جدا اهم حاجة بالنسبة لنا يعني في السمة اللي احنا موجودين عليها من اجيال اللي بتسلمها اجيال اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها هي هي حادة الروح والشراصة اللي عندنا مش عايزين نفتقدها خلص ممكن يبقى عندنا مستوى فني عالي جدا جدا ممكن يبقى عندنا قدرات عالية جدا لكن اهم السمة عندنا هي سمة الشراصة والروح يعني فانش عرح من نكون داخلين بيها عندنا دوري ابطال افريقيا في مجموعة من الاندية ومجموعة من الفرق اللي هي تاريخ كويس اوي في البطولة بس زي ما نقولت البط وبعد خطوة بعد خطوة هتقفل ده لان انت هترجع له بعد حوالي أربع شهور من دلوقتي بمشور الأفريقي يعني هتقعد تتفرج على الفرق اللي طلعه على الفرق التصنيف كمان هيبقى مختلف يعني بعد مخروج مزيمبي دلوقتي انت عندك النجم مش عارف يعني النجم ولا لا انا مش حاسبها دلوقتي بالورقة والقلم لكن اعتقد اعتقد يعني هل هي صحة يا لا غلط معرفش عشان بس الورقة والقلم ومن قدامي اعتقد 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 هتبقى ما بين الرجاء والزمالك رجاء هيكون تصنيف اول مع الوداد مع الترجي مع النادي الاهلي التصنيف التاني هيكون ساندوين زحريكو ناكري التصنيف الاول هيبقى الاهلي والوداد والترجي والرجاء بين الرجاء والزمالك هل هي ما بين الرجاء والزمالك يعني فقى تصنيف اول يعني فيعني هنقعد نتفرج طبعا وبعد كلا هنرجع للبطولة الافريقية لسه بدري بقى عليها خالص يعني خليها في جنب كده لحد ما نشوف مشوارنا في افريقيا وبعد كده السوبر الافريقي لكن هنبقى طبعاً عين على أفريقيا لكن في النهاية عندنا فترة كبيرة من الصغير النهاردة هتفشار عشرة أول مباراة هتبقى في فبراير في دور المجموعات فأنت قدامك لسة أربعة شهور أخيراً كابتن سيد في المؤتمر يخليك كابتن محمود الخطيب يتكلم على كابتن سيد عب حفيز بالتحديد وأنا عايز أتكلم على كابتن سيد عب حفيز نجم الناد الأهلي وربط الكابتن سيد بأيقونة من أساطير الناد اللي هو الكابتن سابت البطل كان فيه نظرة اعتزاز وفخر لك بالانتماء للناد الأهلي شفناه في عين الكابتن ساد عب حفيز في المؤتمر ده يعني ذكر اسمي جنب كابتن سابت البطل أعتقد ده شرف لي أعتقد أجمل ختمة كابتن سيد وربنا وفاك في المتشاط اللي جاء بإذن الله شكراً من أهلي كابتن أيمان دهك اللي قانا مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالناد الأهلي عقب فوز لناد الأهلي على فريق حرس الوطني بنتيجة كبيرة جداً نتيجة ستة أهداف مقابل هدف من جديد تعود الكلمة لكابتن أيمان شاوي وضيوفه الكرام